موسيقى مشاهدين أهلا بكم في حقيبة الجو موضوع هذه الحلقة أعظم المستثمرين في التاريخ هل أستطيع أن أفكر مثلهم أو أأخذ نفس الصفقات لكي أربح وأصبح على الأقل مليونيرا سأتعرف على أبرز المستثمرين وكل مستثمر صنف أنه بين العظماء لأنه حقق أهداف كثيرة وعلى مدى سنوات طويلة وليس فقط ضربة أو ضربتين أو حقق الملايين ليس هذا المعيار طبعا في عدة مستثمرين أسماء كبيرة حل نتناولهم مثل بافت بن جرهام بيتر لينش جورس سوروس جون تيمبلتون بيل جروس وغيرهم أيضا موسيقى طبعا بداية لأعرف أنا على العظماء مثلا بيتر لينش عمل تقريبا 30 في المئة على مدى 20 سنة الصندوق وورن بافت على مدى منذ 55 سنة يحقق 20 في المئة الشركة تحقق 20 في المئات إذن لاحظوا تغلب على كل شيء وورن بافت باعتقاد أن وورن بافت هو أعظم مستثمر في التاريخ وليس فقط في العالم الحالي لأنه عايش كل الأزمات عبر التاريخ وهو عمره 90 سنة عمل 100 مليار دولار على مدى 90 سنة يعني طبعا على مدى وجوده بالسوق خلينا نقول 60 سنة وحقق هذا الأدف لكن سأبدأ الآن مع بعض الأسماء المهمة جدا خلينا نبدأ وكل شخص هو تقريبا متخصص في شيء سأبدأ مع جورس سوروس طبعا جورس سوروس الآن خفى وهجه إطلاقا جورس سوروس ولم يعد هذا الرجل الذي بالفعل يعني بيعملوله اعتبار كبير جدا لكن بالتاريخ السنوات الماضية وآخر 30 سنة كان ملفت جدا إلى درجة أنه صنفوا أشهر مضارب في العالم في فترة الفترات قبل ما أدخل سريعا عليه هقول أنه سوروس اشتهر أنه بالـ 92 عمل شورت بعشرة مليار دولار على الاستليني وحقق مليار دولار في يوم واحد ومنذ هذا التاريخ اشتهر بقوة وزاع صيطه في العالم كله سريعا أتعرف على جورج سوروس طبعا العيني ما كانت سوروس ولكن رجع سمى تغيير اسم العائلة أسس صندوقه عام 73 وثم بعدين على الصندوق الجديد وأداره على مدى عقدين كان يحقق عوائد 30 في المئة هذا هو المعيار الكبير جدا تحقيق العوائد على مدى سنوات طويلة وحقق مرتين عوائد أكثر من 100 في المئة طبعا اللي خبرت أنا عنها أنه اللي هي أبرس ضربة عميلة جورج سوروس هي 10 مليار دولار شورت وحقق المليار دولار ولقب الرجل الذي كسر بنك إنجليترا في هذا اليوم طبعا البنك من كسر ولكن أنه يعني كان لقب على تحقيق هذا الهدف واللي هو أتى بعكس طيار البنك اللي كان عم يدعم الاسترليني وطبعا هون في مراكز بيع كبيرة وصمي هذا اليوم الأربعاء الأسود وهو عام 92 طبعا سوروس فقط أريد أن أذكر أنه ليس فقط في العملة نحن نتكلم عن شخص كيف ممكن أنه أنا أقل جورج سوروس أو لا في المضاربات اشتهر كسينا في العملة اشتهر كسينا أيضا بالمضاربات على الدهب والفضة عدة مرات هز الأصوات خصوصا بال2014 وقتا كمان صعت الدهب إلى مستويات عالية جدا كان بيع الدهب على أول موجة على 1880 بيع الفضة كمان عمل نوع من هزة فضة وتبسط إلى الخمسين كان هو تخارج بمناطق الاربعين خمسة وارعين وصار فيه كمانا تقلبات عالية جدا لكن بس أريد أن أختم مع سوروس أنه سوروس لا يشتري فقط أسهم يتداول بالعملات عكس المستثمين الكباري يعني تقريبا يونيك جورس سوروس لأنه عملة أسهم وأيضا سلع وكل شيء بالنسبة لي يعني طبعا وهذا ليس مهما ولكن أعتبر أنه جيسي ليفرمور هو أعظم متداول في العالم وفي التاريخ على الإطلاق لماذا؟ لأنه يستطيع أن يقرأ السوق بقوة إن كان السوق الهابطة والسوق السعيدة واستفاد من الأسنين رغم أنه فقط هي الحياة الشخصية هي التي أدت إلى تدهور سمعته ومات انتحارا جيسي ليفرمور حتى ابنه انتحر وحفيده انتحر أيضا سأبدأ بأنا ما دخلني بالحياة الشخصية سأدخل سريعا جدا بال طبعا جيسي ليفرمور الشهرة اللي كسبه أنه وقت انهيار الكراش الكبير المهم والمشهور وأشهر كراش في تاريخ الأسواق عام 29 كل العالم خسرت وهو ربح 100 مليون دولار بيوم واحد هذا هو صيت جيسي ليفرمور ولكن جيسي على مدى سنوات طويلة وأشهر طويلة كان يقرأ السوق وأحيانا كان يذهب كمان عنده عامل مهم جدا يذهب بالباخرة ممكن إلى أربعة أشهر ويعود ليفكر أكثر في الأسواق يعني ما كان مثل ما مفاكرين المضاربة عنده كان يبني المراكز على مدى شهور ولكن أيضا ليس فقط في الباع اشتهر أيضا في الشراء ولكن يبرز اسمه دائما بالانهيارات ربح مليون دولار بالكراش طبع 1907 100 مليون دولار بال1929 حتى كمانا بأول كراش نزولنا عنده رغبة جي بي مورغن رجع عاد واشترى ودعم السوق أيضا كان يتدول بالسلع بالقمح بالقطن وأيضا بالأسهم يعني هذا المتداول متنوع بالنسبة إلى جيسي ليفرمون ما هي أبرز القواعد؟ كيف فينا ممكن أن نتبع بعض المفاهيم ونتعلم من جيسي ليفرمون طبعا مثل ما قلت هنا في بعض المهم أهم شيء هو تعلم أيضا من خسائرك فالسوق دائما هو معلم عظيم لا يمكنك جني الأموال باستمرار تعرف على وقت الدخول طبعا فيه عنده كتاب مهم جدا جيسي ليفرمون وبيقول فيه كل النصاح حاقتني والبعض القواعد المهمة ضع القواعد الخاصة بك والتزم بها وهو كان أنه ما يسمع لحدا مرة سمع لتاجر كوتن وخسر فيها ورجع أفلس ومن وقته قال أنه التزم باللي أنا كنت مقرر أعمله وبالتالي لا أقبى للاستشارات ستينغ وأتابع من أبرز نصائح كيف ممكن أنا أتعلم من جيسي ليفرمون من أبرز نصائح جيسي هو أن تركب الموشة let be the trend your friend يعني لا أقاوم الأسواق يفضل دائما أن يشتري في السوق الصعيد من أن يشتري في القيعان وعنده جملة شهيرة ويقول لو هي بسيطة جدا وهي تفائل عندما تكون السوق صاعدة وتشائم عندما تكون السوق هابطة ولا تدخل بالعكس ولما كان يعمل شورت كان يتقريبا يتأكد أنه خلص الموجة انتهت ولازم يبيع بقوة ويأخذ أيضا مراكز بيع عشان هيك بالنسبة إلى الكساد العظيم أو الانهيار العظيم اللي حصل في سامير 29 أخذ معه بناء المراكز أشهر طويلة واستعان بخمسين إلى ستين مكتب سمسرة لا يقدر يأخذ كلها المراكز بدون ما يعمل ضجيش طبعا بهذا فقط الانهيار السوق حصل فيه حوادث انتحار كثيرة خصوا الناس منازلهم أفلسوا وبالتالي هو الوحيد اللي تقريبا من لي هو هزم ويسموه دائما أنه The man who short United States كمان بس قبل ما أنا عنده كتاب بننصح فيه بقوة فيكن تلقوه على أمازون أو غيرها تشتروا وتقدروا عنده عدة كتب لأله طبعا وتقدروا تأخذوا القواعد لأله هذا هو جيسي ليفرمون نتعلم منه أنه أكتر شيء بالاتجاه بتاجر مع الاتجاه وهذا مهم جدا وآخر شيء كخلاصة اللي أنت مقتنع فيه أعمله بالسوق من بعد الدراسة سأذهب إلى شخصية مهمة هي عن ملك السندات السندات يعني الدخل الثابت على مدى 30 سنة كل جماعة الدخل الثابت وخصوصا كبار السن انبسطوا كثير ببيل جروس بيل جروس فقط قبل ما أدخل عليه أسس بيمكو وطرد منها مثل ستيف جوبس اللي أسس أبل وطرد من أبل طبعا أما بالنسبة إلى بيل جروس أسس بيمكو عام 71 ولم يترك هو فعليا يعني طرد منها بعد 43 سنة وطرد بعد اجتماع المساعدين طبعا عمل أيضا مع محمد العليان وغيره من أكبار الشخصيات ببيمكو نعم وكانت هذه الشركة بيمكو من أكبر شركات لصناديق السندات يعني سنتكلم عن سندات بيل جروس هلأ أنا كيف ممكن استثمر وإفهم على بيل جروس لازم كنت ويكبه خلال هذه 30 سنة العام الماضية وإيش الإنجاز اللي عمله نحن دائما نتكلم عن أرقام وعن عدد سنوات عدد السنوات 30 سنة الأرقام بيمكو من 12 مليون دولار إدارة إلى 2 تريليون دولار من 12 مليون إلى 2000 مليار إلى 1900 مليار دولار هذا بيل جروس بيل جروس طبعا لكن بيل جروس كانت الحقيقة نوعا ما صاخبة بقوة معه إلى درجة أنه كمان وصل إلى مرحلة بيل جروس كيف خسر عرشه القوي بالسندات البعض يقول أنه كان توقيته هو جيد بالحظ لأنه أتى في أسطوق ساعدة 30 سنة لكن ليس دقيقا هذا الكلام طبعا وليش قوي لأنه الحكومات كانت تاخد برأيه ليل جروس وتوليه اهتمام كبير جدا وأنتم تعلمون سوق سندات أكبر سوق لكن يعاب عليه أنه بيل جروس عنده نوعا ما هالثقة بنفسه تحولت إلى غطرسة وهالغطرسة ما خلته بقى يشوف شو عم بصير إحوالها هكي دائما ما كنوا يقولوا عنه عن الرؤية الحقيقية كمان آخر شي بس بدي أقول عن بيل جروس سريعا بالنسبة إلى المهارات اللي اكتسبها آخر فترة ببيمكو وخصوصا آخر سنتين صار يخطئ كثيرا ويعني التحليلات والتوصيات وأيضا طبعا مش توصيات ولكن كيف ممكن أنه يقود الفريق مع الأسواق ما كان ماشي إطلاقا وصار فيه صحوبات كثيرة من الصندوق قبل مغادرته وأيضا وقت مغادرته هذا بيل جروس اللي هو رغم ما يقال تكرم بالمتحف الوطني عنده أشياء خاصة به بالمتحف الوطني الأمريكي نشوفه لأي لفل لأي مستوى وصله بيل جروس مشاهدين نصل الآن إلى نهاية القسم الأول من حقيبة الجو نذهب إلى الإعلان سمعنا نعود مرة جديدة إليكم بعد الفاصل مع الفقرة الثانية مشاهدين طبعا مرة جديدة هنا سأتناول الشخصيات ستعرف على جون بوغل وجون تيمبلتون سريعا جدا قبل ما أتنقل إلى شخصيات أخرى لكن بوغل اللي هو توفي منذ فترة بعد وصوله إلى كان تاني أكبر مدير للأصول بعد بلاك روك عند تأسيس فانغارد ستعرف سويا على جون بوغل طبعا مؤسس فانغارد وهي استاتيجية الاستثمار السالبة في سنضيك الاستثمار وكل هذه الأشياء اللي حصلت معه رغم أنه التعرض الكبير للأسواق تعرض هو إلى ست نوبات قلبية وعملية زراعة قلب يعني شوفوا الضغط اللي عم بيكون في جون بوغل طبعا جون بوغل مثل بافت ولد عام 1929 وقت انهيار السوق يعني هو وبافت ولده تقريبا يمكن أصغر منه بسنة واضطرت يعني كمان اتضررت من الأسواق اتضررت عائلاته أنه تبيع المنزل وأيضا فقدت كل سروتها العائلة وعام 75 أطلق فانغارد طبعا تقاعد عام 96 عن رئيس تنفيذي ومجلس الإدارة والأصول وصلت إلى 5 تريليون دولار بالنسبة إلى فانغارد وهو أهميته كمان بالنسبة إلى التحقيق اللي عملوا على مدى سنوات والأرقام اللي وصلت هون عم نتكلم الإدارة بالنسبة للأصول وصلت 5 تريليون دولار شخصية تشبهه كمان جون تيمبلتون طبعا هذه كل الشخصيات هي حسب انفستوبيديا في شخصيات أعظم منها طبعا هتكلم عن بافت لينش وبينجرهام لكن بالنسبة إلى تيمبلتون جون تيمبلتون سور جون تيمبلتون تيمبلتون أيضا كمان نفس الشاعة مشوف عنده استراتيجية كانت اشتري رخيصا وباع غاليا اختار الدول والصناعات والشركات الغارجة في أزماتها هل ممكن أنه أنا أعمل نفس الأسطوب لكن كيف وقت التشاؤم الكبير جدا لكن اشترى وقت الحرب حتى خلال حرب 1939 بنى محفظة كانت بدأ جلق ماذا فعل لاحظوا اشترى كل الأسهم اللي هنا أقل من 1 دولار ولكن مش أي أسهم اقترت حتى لشراء بالحرب 100 سهم في كل شركة من 104 شركة كانت عم تنبع بدولار واحد كل الشركات اللي كانت عم تنبع بدولار واحد كيف 104 شركات اشترى 100 شركة وبينيتهم 34 شركة كانت أعلنت إفلاسوها وبالتالي شوفوها الجرأة الكبيرة جدا اللي دخل فيها طبعا 138 ليش اعتبر قوي جدا لأنه لأنه كانت من أنجح صندوق الاستثمار تأسيسه بـ 138 و 154 ذهب إلى المتجو والفانس وبالتالي هون كمان العشر تأسيسه اللي استثمرت معه زهبت إلى 2 مليون دولار عام 192 من 54 إلى 92 نحن نتكلم عن تقريبا 40 سنة هذا سور جون تيمبلتون شاهدنا جون بوغل شخصيتين مهمين طبعا بدون أي تعريف يعتبر وولن بافت هو أهم مستثمر على الإطلاق هل مهم أنه أنا أدخل وأشاهد ما هي الأسهم التي أشتريها وأشتري مثله وانتهى الموضوع وخلصت القصة وبدون ما أنظر إلى أي شيء لأنه هو تقريبا عامل شغله وأنا بالتالي أتبعه لكن يجب أيضا أن أعرف متى يشتري وعلى ماذا يشتري والأهم أنه معه كاش هل أنا عطول معي كاش لكن الانضباط لذلك مئة في المئة ممكن أنه أنا أمشي معه وعندي هالبيل زوكربرغ وغيرهم اللي كانوا أقل البدايات كانت يعني من 11 سنة بدأ بشراء الأسهم هو وأخته ها واحد اتنين ليش يصنف الأقوى لأنه هو برجع بقول من 55 سنة منذ عام من 55 سنة عم يعطي متوسط عائد سنوي 20 في المئة لم يحصل ذلك هذا رقم مخيف جدا يعني أنه حدا يقدر يسجل هذه الأرقام جمع مئة مليار دولار من الأسهم مش أنه شركة تعمل وهو يعني عم بياخد منها العوائد طبعا استاذ لورن بافت هو بين يمين غرهام أو بين غرهام ووقت قرأ المستثمر الزكي كتاب المستثمر الزكي يقول غير حياته بالنسبة إلى التفكي بالأسهم بس هون بدي يقول قبل ما ادخل على بين غرهام أنه كل الأشياء اللي انتو بتشاهدون هلا وبتسمعون أنه تنويع الأسهم والدخول على السهم وتنويع ولا تضع السلة تحط البيت في سلة واحدة والدخول والخروج والمستثمر للمغامر كلهم هون لقيلهم كلهم كلهم قيلهم بين غرهام قبل مئة سنة وياللي عم بيقولون هلا عم بيغيره فقط بالجمل وبالكلمات عاد عن هيك كله مسكور بالمستثمر الزكي رغم أحيانا صعوبة القراءة هذا الكتاب لا أحد يجيب أي شي جديد من المستثمر الزكي بتذهب إلى هذا الشخص المهم الفرق بين بين غرهام وبفت أنه بفت تلميزه بالجامعة رجع عمل عنده واشتغل ورجع تاركه وقره له الكتاب وطلع أغنى منه لبنغرهام ولكن بنغرهام أيضا استهز كبير طبعا مؤسس الاستثمار القائم على مبدأ القيمة طبعا بالنسبة إلى بفت وبنغرهام هو التالي شركات لها قيمة كبيرة جدا تدحرج سعر سهمها في السوق بسبب التقلبات وليس بسبب مشكلة في الشركة هو كان يريدوا هذه الأسعار هي حفلة تعتبر له لكي يشتريها بالتالي عنده قبل كل شيء هي القيمة قيمة الشركة عندما تفهم بالغلط يفهمها المستثمين ويتدولوها بالأسواق بالأسعار المتدنية بتكون عنده يوم مثل أعياد له ليشتريها إذن بنغرهام هو أب الروحي للاستثمار القائم على مبدأ القيمة طبعا استراتيجياته بالإستثمار تحليل المال ما سنتقل فيهم والقيمة والكتاب اللي دائما هو المرجعية الأولى المستثمر الزكي الكتاب يعني هو 650 صفحة على واحد يقري بده بتمعهم يعني أكيد بده وقت طويل جدا ولكن الكتاب جدا مهم ستينج وأتابع مشاهدين أسطورة ثانية أيضا مهمة جدا هي بيتر لينش بيتر لينش يعني بالفعل لا يستطيع أحد أن يقارع بيتر لينش بيتر لينش باختصار أدار الصندوق اللي هو طبعا وحقق في 30 فيئة المئة على مدى 20 سنة يعني هذا الشيء لم يحصل من قبل الأفضل أداء في العالم أنت عم تكلم عن شخص 20 سنة كان عميعة المتوسط عائد سنوي 29 في المئة أو 30 في المئة 20 سنة 30 في المئة 20 سنة إنهيارات يفتش عن الأسهم يضقق ينجم يفوت يدخل يبحث بقوة أبحث بقوة رجل يعني لا يعل عليه بيتر لينش رغم أنه السروة تبعه ممكن حوالي المليار ليست سروات بالعشرات المليارات لأنه كان هو يدير الصندوق طبعا عنده 3 كتب مهمين جدا مننصح بقوة أنه قراءاتهم وأهم الكتاب هو يكون الأفضل في وولستريت بخبرك كيف بستثمر أنا على طريقة بيتر لينش وهو يلاحق أسهم النمو اللي بتروح 10 مرات 7 مرات 8 مرات هون بيعتبر أنه هي الضربة الكبيرة جدا وبالتالي يجب أن يكتشف هذه الشركات ولا يعني له التقلبات اليومية أو التقلبات الأخرى هو فقط يريد أنه يجد هذه الأسهم اللي بتقفز عشرات المرات أو 7 مرات 8 مرات 9 مرات هذه عنده هي الأفضل طبعا النصائح المهم جدا عنده النصائح فيكم تشوفوها بالكتاب ولكن استثمر بما تعرفه كان يزور الشركات طبعا هذه مش موجودة ولكن كان يزور مقر الشركات المقر الرئيسي يشوف منتجاتها وكيف تعمل الشركة أيضا المشهور عنه بيتر لينش أنه غير أنه بيعرف يذهب على الشركات التي بعد ما كتوشفت واللي عندها هذه القفزات الاستعراضية دائما ما يسألوه أنه شو بده يصير بالسوق بقول أنا لا أعرف ماذا سيحصل في السوق بعد سنتين أو تلاتي أو أربع ولا أقفه بقراءة أو أعرف عن معدلات الفائدة لاحظوا أداش كان بيتر لينش مهم جدا الكتب كتير مهمة لبيتر لينش بيتر لينش مدرسة بالفعل مهم جدا وأنا أيضا يعني من أكثر المعجبين ببيتر لينش ليس فقط الأسهم حلقت في الفترة أخيرة بل العقار أيضا حلق بقوة بقوة نحن نتكلم إن كان بالبيئة المتحدة بكندا وبعض من أجزاء أوروبا ماذا يحصل خصوصا في أمريكا سعر المنزل وهون وصلنا إلى رقم 350 ألف دولار مستوى قياسي جديد لأسعار حلقت 23 في المائة وأصبح متوسط سعر المنزل عند هذا لكن ليس فقط بالولايات المتحدة نحن نتكلم عن الارتفاعات القوية بالعقار في أمكان كثيرة جدا كندا في الكثير أنه يشتري بكندا أيضا عشان الباسبور في بعض البرامج بالنسبة لكندا طبعا البيت غالي بالنسبة لكندا مقارنة بالدول الأخرى لكن ارتفعت الأسعار أيضا بكندا بقوة وأيضا بأوروبا أبرزكين هولندا هولندا أعلى ارتفاع شهري أتى منذ عشرين عاما في هولندا نتكلم عن بهذه الارتفاعات القوية طبعا العقار مثل الأسهم كفزات متتالية أيضا في كفزات بالدول التي ممكن تأخذ جواز السفر مع أيضا الباسبور كان هناك تقرير بالنسبة بس أريد أن أسكر سيدا جلد 75 تقريم الأمم المتحدة كان مخيف نوعا ما 75 مليون عربي مهدد عم نهددون بأجوع بنهاية العشرين تلاتين وخصوصا أنه ارتفاع عدد الجياع وصل عام 2019 إلى مستويات نتكلم 51 مليون شخص أي تقريبا 12% من مجموع السكان هذا كان تقرير كمان يضق يعني شواب في تحزيرات كبيرة جدا خصوصا مع تداعيات أيضا كورونا مشاهدين هنا نصل إلى نهاية الحلقة طبعا بدي أذكر بكل التواصل الشميع على تويتر جو أندرسكور هواوان على تويتر وأيضا موقع الإلكتروني للقناة cnbcarabia.com في كون تلاقي حلقات البنامج شكرا لكم وتحية اشتركوا في القناة